تكتسي مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية بين كل من شباب بلوزداد واتحاد بلعباس وأكد مولودية الجزائر ووفاق السطيف أهمية بالغة للناخب الوطني الجديد لوكاس الكاراز الذي سيكون حاضرا بنسبة كبيرة في هذا الموعد الهام حضور المدرب السابق لغرناط مباراة بلوغين وعشرين أوت سيكون هدفه الوقوف على إمكانات العديد من الأسماء تحسبا لإعداد القائمة النهائية الخاصة بتربص المحليين نهاية شهر جوليا وهي المحطة التحضيرية التي سيعمل من خلالها الكاراز على اختيار العناصر المعنية بمباراة الذهب والإياب لتصفية كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام ليبيا بتاريخ الثاني عشر والثامن عشر أوت المقبل ويولي لوكاس الكاراز أهمية قصوى لموعد الشان خاصة وأنه من بين الأهداف المتفق عليها مع الرئيس الجديد للفاف خيردين زتشي الذي يريد العودة إلى هذه المنافسة بعد الغياب عن النسخة الماضية عقب رفض المواجهة المنتخب الليبي كما يرتقب أيضا أن يسجل الإسباني حضره في المباراة النهائية لكأس الجمهورية وهي المحطة التي سيشرع من ورائها في إعداد قائمة المنتخب المحلي تحسبا للمواعيد الهمة التي تنتظر الخضر ويمن الناخب الوطني النفس في تألق بعض الأسماء المحلية من أجل الاستنجاد بخدماتها خلال تربص نهاية شهر أوت تحسبا للمبارتين المهمتين أمام زومبيا ذهابا وإيابا لحساب التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا اشتركوا في القناة